اشتركوا في القناة بحقل العمر ومقتل أبو سياث ونسج قصة أنه الكوماندس السوري نزل وطلع واحد من ما يسمى مجلس الشعب وحكى عن الكوماندس وكيف نزل يعني بالأول لما الناس بدأت تعمل هيك قصة وتنسج هيك قصة ما يعرفوا أنه الأمريكان عنده مقمار صناعية مصورة كل شيء ما يعرفوا أنه الطيارات هذه الجاية كلها حاملة كاميرات وتصور وعارفة بعدين هذا أبو التيم ما بعرف نين جابوا اسمه أبو التيم السعودي أنا لا أعرف أنه ما مر علي أبو التيم السعودي وما مر على غيري ممكن في عائلة تيم عائلة فلسطينية منها قائد فلسطيني اسمه حمود تيم منظم لمنظمة التحرير لما اشتبكت مع نظام بشاق حافظ الأسد وأجع على مؤتمر 1984 المجلس الوطني الفلسطيني وبقي هنا بالأردن إلى أن توفاه الله ما في شاسم تيم ثم أبو سياف فيه أبو سياف تونسي وفيه أبو سياف أردني بمعان بس يقول أنه ما له علاقة بداعش وأنا أعتقد أنه ما له علاقة بداعش وفيه أبو سياف العراقي وفيه أول أبو سياف هو أبو سياف الفلبيني ففيه مجموعة من أبو سياف وممكن فيه سيافين ما بنعرفهم ما بنعرف منهم السيافين بعدين مدام مدام الكوماندوس السوري نزل على هذه القاعدة وهي قاعدة لداعش كما قالوا طيب ليه ما راح يحرر الضباط المئتين وخمسين اللي هم الآن محاصرين بمستشفى بجسر الشغور يعني ما شاولا روح يجيب هذولا من هناك يجيبهم بعدهم محاصرين ما بنعرف شو صار فيهم ما يعني ما حدا أعلن شو صار فيهم هذول المئتين وخمسين ممكن يكون منهم ضباط كبار لأنه اكتشفنا أنه أحد الذين قتل بجسر الشغور قائد القوات الخاصة وهو برتبة عماد برتبة عماد برتبة مصطفى طلاس زمان فلذلك فلذلك إحيان المعلومات خاطئة وطيب ليش هم عملوا ليش عملوا هذه المسرحية اللي بدهم يقولوا عنها وأنهم هما نزلوا الكوماندوس وما الكوماندوس وطبعا الرواية بسرعة كشف إنه غير صحيحة ليش بدهم إياها بدهم يقولوا أنه إحنا نحارب داعش داعش متحالفة معهم هم اللي استدرجوا داعش إلى تدمر ليش؟ لأنه داعش دمرت الآثار بالنمرود وكسرتها وخلت العالم عمل ضجة هائلة ولا يزال يعمل وكانت جريمة لا متيلة لها بالتاريخ والآن بدهم يثيروا ضجة حول أنه داعش جاي حتى يغطوا عن اللي يصير عندهم عن اللي جوة بدهم يثيروا ضجة عالمية ولذلك استدرجوا داعش على تدمر ولذلك اخترعوا قصة إنه الكوماندوس تبعهم نزل على الحقل العمر أو العمر وقتل أبو سياث طيب قتل أبو سياث طيب مرتوا مين اللي أخذها على العراق مزجونة بالعراق طيب ليش ليش مرتوا ليش مخذوها ليش مخذها الكوماندوس السوري داعش الآن تقاتل مع حزب الله ومع القوات السورية ضد المعارضة السورية بالقلمون وبالقنيطرة وبالحجر الأسود وباليرموك وبعض المناطق اللي كانت قريبة من درعة وهي الآن استدرجت لإثارة ضجة عالمية النجايين هذولا بدهم يدمروا الآثار تدمروا أنه الجيش العربي السوري بين قوسين ما ضل شيء من الجيش العربي السوري سلامة سلمك شايف أنه هذولا هذولا جايين بدهم يدمروا الآثار ويصدوا لهم وراحنا نحن قتلنا أبو سياب هذه يا أخوان هذه الألعيب ما عاد حدا يصدقها الأمور الأمور الآن واضحة ووضوح الشمس عارفين مين عمل داعش وداعش وراها إيران ولذلك مانعين الآن أي عمل جدي ضد داعش بالعراق حتى يحملوا السنة هذه المسؤولية ويستمروا بقتل السنة باسم إنه السنة داعش إلى اللقاء